مما شد مايكل هارت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمنطق البراغماتيكي الذي كتب به الكتاب كيف لو كتب الكتاب بمنطق أخلاقي أو معياري هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وعلى يده بدأت الفتوحات وهو يعتبر الفتوحات التي جاءت من بعده في زمن الخلفاء الراشدين ثم في زمن الأمويين هي مجرد تكملة للمشروع الذي بدأه وهو يتحدث عن هذا الانتشار الواسع ويؤرخ له بالسقوط المتتالي لعواصم الحضارات القديمة دون أن يكلف نفسه نظرا لضيق زاوية نظره ووجازت وضغط ما يكتب فقد خصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أربع صفحات لم يركز على أخلاقيات هذا الفتح ولا على غاياته ولا على العقيدة الكامنة خلفه التي تجعله جهادا لا غزوا ومع هذا بالمنظور الماد المحت وهو منظور الانتشار والاتساع وقف طويلا عند هذا المعيار وبه أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يكون في الرسول الأولى ثم هو يحاول نفسه كأنه يفترض أن الشخص يعترض عليه فيقول له أن جنكز خان وهولاكو والإسكندر المقدوني فتحوا من الأرض أضعاف ما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم فيرد مرات عديدة بمية رد واحد ولا يكرر يعني الحديث في اعتبارات أخرى يقول إنها كانت فتحات دائمة في حين أن هذه الفتحات لم تدوم شده أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح أرض فبقيت أرض إسلامية إلى اليوم وقد تبقى كذلك إلى يوم الدين وأنه كرت جحافل الصليبيين والاستعماريين على هذه الأرض من بني قومه وهو أعرف بحقدهم وأعرف بقوتهم وأعرف بتصميمهم ثم بعد ذلك انجلت عن هذه الأرض التي اكتسحها المسلمون بأدوات عسكرية ومادية متواضعة بالقياس إلى ما اكتسح به الصليبيون وما اكتسح به الاستعماريون في زمن القوة والنهضة وفي زمن النهادة الأمر الثاني اللطيف الذي جعل مايكل هارت يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرتبة ويعجب بهذا الإعجاب وأنا أعجب شخصيا كيف استطاع أن يدرك هذا وأنه بيّن أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة موثقة صحيحة وهذا لا يعرفه إلا من اختص في علم السيرة من كان مسلما أو على الأقل مستشرق منصف غير معاند أو من درس اللغة العربية وتفرغ سنوات طويلة لدراسة السيرة يقول في عبارات موجزة ولكنها مؤترة إن سيرة هذا النبي قد كتبت في وقت قصير بعد موته في إشارة ضمنية إلى أن سيرة عيسى كتبت بعد مدة أما سيرة موسى فقد كتبت بعد قرون وأن سيرة أغلب الأنبياء لم تكتب وأن الروايات التي عندنا عنها روايات ضعيفة وقليلة فأعجب بأن هذه السيرة موثقة ويقول بالحرف ولم يبقى أي أثر يشبه هذا من آثار المسيح يعني يقارن بين الآثار التي أبقاها المسيح والآثار التي أبقاها الرسول صلى الله عليه وسلم فيرى أن آثار الرسول مختلفة تماما أن آثار دنيوية مادية تابتة غير مرتبطة بشخصه المسيح وكراماته والآيات التي ذكرت في سيرته ونسبت إليه فيما سمي بالإنجيل وتبت القرآن بعضها هي زائلة بزوال شخصه ولم تبقى إلى رواية نصدقها أو لا نصدقها أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيء موجود في حركة التاريخ موجود في حضارة الإسلام موجود على الأرض البشرية التي نسعى فوقها الآن فباختصار وتركيز أربعة عناصر رئيسية في هذه الورقات القليلة وفي هذا التصنيف المرتفع العنصر الأول أنها سيرة موثقة العنصر الثاني أنه إنجاز دائم العنصر الثالث أنها فتحات مستمرة العنصر الرابع أن المقياس الديني ليس هو المتحكم في هذا التصنيف لا سلبا ولا إجابا لا كمسيحي يعاد الإسلام ولا كمسيحي تحول للإسلام فصار يتعصب للإسلام ختاما أريد أن أشير إلى فقرة فيها ذكاء بالغ في التدوين الذي دون به مايكل هارت سيرة رسول الله وهما يسمى بالتاريخ الافتراضي أو التاريخ التصوري ليس أن تصف التاريخ كما هو ولكن أن تصف التاريخ كيف كان سيكون لو ترتب الواقع على منطق آخر فيقول هناك كثير من الحوادث التاريخية الهام من المحتمل أن يقول المرأة أنها حتمية وأن حدوتها كان سيكون قدرا بغض النظر عن الزعيم الذي أنجزها أو لم ينجزها فيمكن أن يقول مثلا أن استقلال أمريكا اللاتينية كان سيحدث بدون الزعيم سيمون بوليفار ولكن الفتوحات العربية كما يقول ليست من هذا النوع لأنه لم يقع أي شيء مشابه لها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك من سبب يحدونا للاعتقاد أن هذه الفتوحات كانت سوف تحرز بدونه صلى الله عليه وسلم هذا المنطق الدكي في كتابة التاريخ قد لا ينتبه لي حتى المسلمون المحبون لنبيهم البعجبون بسيرته المتبخبخون بمناقبه أن يفكر رجل غربي بعيد أنه يمكن أن يوضع احتمال أن هذه الفتوحات ستكون حتمية تاريخية بلغة الماركسيين وقدر ماضي بمنطق التدافع أن تقع نهض للأمة العربية ثم تندع هذه الأمة العربية قيل بسبب الجوع زعموا في الجزيرة العربية قيل بسبب الكتافة السكانية زعموا قيل بسبب التطلع إلى ما في عند أهل الشام والعراق وفارس من خيرات ونعيم ومصر أيضا لكن هو يبين أنه ليس هناك سبب معقول يجعلنا نفترض مجرد الإفتراض أن هذه الفتوحات كانت ستقع لو لم يكن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو يربط الإنجازات التي أنجزت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم به شخصيا ربطا عضويا وربطا بنيويا وربطا سببيا ولا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد دافع يدفع حركة التاريخ ويفعل سرعتها أو إقاعها أو تقلها وهذا العمر فقه في قراءة حركة التاريخ وإنصاف من هذا الرجل الذي تخصصه في الفيزياء والفلك في الأصل إنصاف وعمق وأيضا في فقه التاريخ